هذه رواية أقرأها عليكم من الكاف الشريف من الجزء الأول والطبعة دار الأسوة طهران إيران من الباب الذي عنوانه باب مولد النبي صلى الله عليه وآله ووفاته في الصفحة السادسة بعد الخمسمائة إنه الحديث التاسع عشر عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه الرواية هذه تشتمل على لقطة من مجريات ما جرى بعد استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله حيث قضى مسموما إمامنا الباقر يقول لما قبض رسول الله بات آل محمد بأطول ليلة حتى ظنوا اللا سماء تضلهم ولا أرض تقلهم لماذا؟ لأن رسول الله وترى الأقربين والأبعدين في الله وترى الأقربين والأبعدين في الله فهو لم يجامل لم يصانع رسول الله صلى الله عليه وآله قرب قرب الأبعدين إليه وأبعد القريبين إليه بحسب قبولهم للحق القريب القريب والبعيد عند رسول الله على حد سواء الميزان ميزان الهداية والحق رسول الله قرب سلمان الفارسي وأبعد أشراف قريش وما هم بأشراف هكذا في نظر الناس يقولون عنهم أشراف لأن رسول الله وترى الأقربين والأبعدين في الله وترهم قطعهم أقام الحق عليهم وفيهم فليس هناك من مجاملة وهذا سيجعل الناس يعادونهم من الحجج التي طرحتها سقفة بني ساعدة في غدرها ببيعة الغدير من أن علي قتل الكثير من العراب والعرب لا يحبونه قتالوا العراب الأمر هو هو مع رسول الله صلى الله عليه وآله لما قبض رسول الله بات آل محمد من هم آل محمد العنوان الحقيقي لآل محمد يبدأ من هنا فاطمة 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 وبعلها وبنوها مثل ما جاء في حديث الكساء في حديث الكساء اليماني لما سأل جبرائيل رب الأرباب سبحانه وتعالى لما سأل الله عن الذين هم تحت الكساء فماذا أجاب الله سبحانه وتعالى هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها لما قبض رسول الله بات آل محمد فاطمة وبعلها وبنوها بأطول ليلة حتى ظنوا أن لا سماء تظلهم ولا أرض تقلهم وفعلا أرادوا أن يحرقوا بيتهم عليهم وقتلوا فاطمة وقتلوا جنينها وفعلوا ما فعلوا لما قبض رسول الله بات آل محمد بأطول ليلة حتى ظنوا أن لا سماء تظلهم ولا أرض تقلهم لأن رسول الله وترى الأقربين والأبعدين في الله أقام الحق في الأقربين وفي الأبعدين والناس من الأقربين أو من الأبعدين لا يريدون إقامة الحق فيهم فبيناهم كذلك إذ أتاهم آت لا يرونه ويسمعون كلامه فقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته إن في الله عزاء من كل مصيبة عزاء تسلية مواساة إن في الله عزاء من كل مصيبة ونجاة من كل هلكة ودرك لما فات كل نفس ذائقة الموت وإن وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور إن الله اختاركم وفضلكم وطهركم وجعلكم أهل بيت نبيه واستودعكم علمه وأورثكم كتابه وجعلكم تابوت علمه التابوت هو الصندوق وجعلكم تابوت علمه وعصى عزه إشارات هنا إلى تابوت السكينة إلى تابوت بني إسرائيل وإلى عصى موسى وجعلكم تابوت علمه وعصى عزه هذه التعابير تعابير على نحو الاستعارة والمجاز وجعلكم تابوت علمه وعصى عزه وضرب لكم مثلا من نوره هذا المثل الذي ضربه سبحانه وتعالى ما جاء في سورة النور الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات إلى آخر الآية الكريمة وضرب لكم مثلا من نوره وعصمكم من الزلل وآمنكم من الفتن فتعزوا بعزاء الله فتعزوا بعزاء الله بتسلية الله لكم بمواساة الله لكم فتعزوا بعزاء الله فإن الله لم ينزع منكم رحمته ولن يزيل عنكم نعمته فأنتم أهل الله هذا البيان الذي ينقله لنا إمامنا الباقر صلوات الله عليه قطعا نقله لنا بحسب قواعد المدارات وهو يخاطبنا هذا البيان في أصله رسالة من الله إلى آل محمد لتعزيتهم بفقدهم لرسول الله الله يقول لهم فأنتم أهل الله عز وجل حينما نصلي عليهم ونقول اللهم صلي على محمد وآل محمد آل الله وأهل الله هذه المضامين أخذناها هذه المضامين أخذناها من هذه الروايات والأحاديث نذهب إلى فاصل فتعزوا بعزاء الله فإن الله لم ينزع منكم رحمته ولن يزيل عنكم نعمته فأنتم أهل الله عز وجل الذين بهم تمت النعمة واجتمعت الفرق وأتلف وأتلفت الكلمة وأنتم أولياؤه فمن تولاكم فاز ومن ظلم حقكم زهق زهق الباطل اندثر وتلاشى ومحق مودتكم من الله واجبة في كتابه على عباده المؤمنين ثم الله على نصركم إذا يشاء قدير فاصبروا لعواقب الأمور فإنها إلى الله تصير قد قبلكم الله من نبيه وديعة فإن رسول الله قد استودعهم استودعهم عند الله وعند المؤمنين قد قبلكم الله من نبيه وديعة واستودعكم الله سبحانه وتعالى جعل آل محمد وديعة عندنا فماذا صنعنا مع وديعة الله حينما نحب أحدا من أبنائنا من أرحامنا من أصدقائنا من أخواننا المؤمنين ففي بعض الحالات لمرض لسفر لأمر مهم نتوجه إلى الله ونقول من أن فلانا وديعة عندك نحن نضع الودائع عند الله ونريد من الله أن يحفظ لنا هذه الودائع نحن ماذا صنعنا بوديعة الله عندنا قد قبلكم الله من نبيه وديعة واستودعكم 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 أولياءه المؤمنين في الأرض فمن أدى أمانته آتاه الله صدقه آتاه الله صدقه صدقه في الدنيا قبل صدقه في الآخرة آتاه الله صدقه آتاه صدق المعرفة وصدق الحكمة هذه الحكمة التي تتفجر ينابيع من قلبه على لسانه هذا هو صدق المعرفة وصدق الحكمة وصدق القول والتحدث بها إنه صدق الإيمان يُعطى للمؤمنين في الدنيا قبل الآخرة ويُعطى لهم في الآخرة واستودعكم أولياءه المؤمنين في الأرض فمن أدى أمانته من المؤمنين في الأرض آتاه الله صدقه فأنتم الأمانة المستودعة ولكم المودة الواجبة والطاعة المفروضة وقد قبض رسول الله وقد أكمل لكم الدين وبين لكم سبيل المخرج فلم يترك لجاهل حجتان فمن جهل أو تجاهل أو أنكر أو نسي أو تناس فعلى الله حسابه والله من وراء حوائجكم وأستودعكم الله والسلام عليكم وانتهت الرسالة فسألت أبا جعفر الذي يروي لنا هذه الرواية فسألت أبا جعفر ممن أتاهم التعزية هذه التعزية هذه الرسالة هذا البيان من أين جاءهم فسألت أبا جعفر ممن أتاهم التعزية فقال من الله تبارك وتعالى قطعاً هذه الصياغة بيّنها لنا إمامنا الباقر صلوات الله عليه وفقاً لقواعد المدارات فإن الكلام فيما بينهم وبين الله نحن لا ندرك أبعاده وهم قالوا من أنهم لا يكلمون الناس إلا على قدر عقول الناس صلوات الله عليهم قطعاً رسالة التعزية التي جاءت من الله إليهم لن تكون بمستوى التعابير هذا فذاك شيء فيما بينهم وبين الله إلا أن الإمام الباقر يقرب لنا الفكرة ويقرب لنا المضمون بهذه التعابير أهم ما في هذه الرسالة الرسالة مهمة وأنتم تلاحظون أن التعابير التي جاءت في هذه الرسالة هي هي التعابير التي نقرأها في الزيارة الجامعة الكبيرة فلا أريد أن أقف عند كل عبارة وعند كل جملة وإنما أشير إلى أهم مطلب تحدثت هذه الرسالة عن أهم مطلب واستودعكم أولياءه المؤمنين في الأرض آل محمد وديعة الله بيننا فماذا صنعنا بوديعة الله وما هو موقفنا من وديعة الله إمامنا أصادق هكذا يقول لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي هل فعلنا شيئا يسيرا من هذا الذي يتحدث عنه إمامنا نذهب إلى فاصل فماذا فعلنا وماذا صنعنا مع هذه الوديعة المقدسة إمامنا الصادق يقول صلوات الله عليه لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي هل استطعنا أن نحقق شيئا يسيرا شيئا قليلا إلى أبعد الحدود يقارب شيئا من مضمون ما قاله الصادق صلوات الله عليه نحن حتى إذا قدمنا خدمة لإمام زماننا أو أردنا أن نقدم خدمة لإمام زماننا فعندنا شروط عليه صحيح نحن لا نعلنها بألسنتنا وإنما هي في ضمائرنا فعندنا فعندنا شروط عليه وبعد ذلك نرى أنفسنا أننا قدمنا وقدمنا هذه الوديعة وديعة الله بين أظهرنا هذه الوديعة وديعة الله في مواجهتنا وَسْتَوْدَعَكُمْ أَوْلِيَاءَهُ الْمُؤْمِنِينَ في الأرض فَمَنْ أَدَّى أَمَانَتَهُ أَتَاهُ اللَّهُ صِدْقًا وَالَّذِي لَمْ يُؤَدِّي أَمَانَتَهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُؤْتِيهِ صِدْقًا فَلَيْسَ هُنَاكَ مِنْ مَعْرِفَةٍ وَلَيْسَ هُنَاكَ مِنْ حِكْمَةٍ وليس هناك من ينابع تتفجر صدقًا من القلوب على الألسنة الصدق قرين الأمانة وقرين الإخلاص أن نكون أمناء في التعامل مع هذه الوديعة الإلهية المقدسة هذا العنوان بقية الله بقية الله تعطي نفس المعنى بقية الله وديعة الله بقية الله فينا بين أظهرنا وديعة الله فينا وبين أظهرنا في عوالم العلوم ومستدركاتها العوالم لعبد الله البحراني والمستدركات لمؤسسة الإمام المهدي في مدينة قوم هذا هو الجزء الثاني من عوالم الزهراء من عوالم فاطمة وطبعة مؤسسة الإمام المهدي قوم المقدسة ماذا نقرأ في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله صفحة خمسمية واثنين وخمسين إنه الحديث الحادي عشر عن إمامنا موسى بن جعفر عن إمامنا الكاظم صلوات الله عليه إمامنا الكاظم يقول قلت لأبي لأبي الصادق قلت لأبي فما كان بعد خروج الملائكة من عند رسول الله الرواية تتحدث عن اللحظات الأخيرة عن الأيام الأخيرة من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله فما كان بعد خروج الملائكة من عند رسول الله إمامنا الصادق أجاب لما كان اليوم الذي ثقل فيه وجع النبي صلى الله عليه وآله وخيف عليه الموت دعا عليا وفاطمة والحسن والحسين وقال لمن في بيته أخرجوا عني أريد أن أختلي بأهل بيتي وقال لمن في بيته أخرجوا عني فقال لأم سلامة كوني على الباب فلا يقربه أحد ففعلت أم سلامة فقال يا علي لما اختلى بأهل بيته فقال يا علي فدنى منه فأخذ فأخذ بيد فاطمة فوضعها على صدره طويلا وأخذ بيد علي بيده الأخرى إلى أن قال رسول الله لأمير المؤمنين في لحظات الوداع هذا يا أبا الحسن هذه وديعة الله ووديعة رسوله محمد عندك قال هذا الكلام بعد أن وضع يد فاطمة في يد أمير المؤمنين فرفع رأسه رسول الله فرفع رأسه إليهم ويدها يد فاطمة في يده فوضعها في يد علي وقال له يا أبا الحسن هذه وديعة الله ووديعة رسوله محمد عندك فاحفظ الله واحفظني فيها وإنك لفاعل المشكلة عندنا هل حفظنا هذه الوديعة هذه وديعة الوداع محمد وآل محمد وديعة الله عندنا آل محمد وديعة محمد وديعة محمد وآل محمد عندنا هل حفظنا هذه الوديعة ماذا فعلنا مع هذه الوديعة أنا لا أتحدث عن سقيفة بني ساعدة ماذا نتوقع منهم قتلوا فاطمة ماذا نتوقع منهم لا شأن لنا بهم أنا أحدثكم أنتم الذين تقولون نحن شيعة لفاطمة حديثي معكم حديثي مع نفسي أولا ومعكم ثانيا هل حفظنا هذه الوديعة أنتم الذين تقولون نحن زهرائيون أيها الزهرائيون هل تعلمون أن فاطمة هي وديعة محمد وآل محمد عندنا تعلمون أو لا تعلمون ماذا فعلنا من أجل أن نحفظ وأن نحافظ على هذه الوديعة يا أبا الحسن هذه وديعة الله ووديعة رسوله محمد عندك فاحفظ الله واحفظني فيها وإنك لفاعل أما نحن يا رسول الله لسنا فاعلين نستمر في قراءة جانب آخر من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وعلم يا علي والكلام وحق علي هو لي ولكم وليس لعلي وعلم يا علي أني راض عن من رضيت عنه ابنتي فاطمة وكذلك ربي والملائكة رضاهم من رضا فاطمة واعلم يا علي أني راض عن من رضيت عنه ابنتي فاطمة إلى أن يقول صلى الله عليه وآله والله يا فاطمة والله يا فاطمة لا أرضى لا أرضى حتى ترضي لا أرضى حتى ترضي في موطن آخر من كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله في اللحظات الأخيرة من حياته في الأيام الأخيرة من حياته يا بني يخاطب فاطمة يا بني أنت المظلومة بعدي وأنت المستضعفة بعدي فمن آذاك فقد آذاني ومن غاضك فقد غاضني تسمعون من ألسنة شيعية في هذه الأيام يطالبون بتهديم قبر الحسين يطالبون بتهديم قبر إمامنا الهادي يطالبون بتهديم قبر موسى بن جعفر وإمامنا الجوات يطالبون بتهديم قبر إمامنا الحسن العسكري وسرداب غيبة بقية الله يطالبون بتهديم حضرة علي من ألسنة شيعية أن واصب يطالبون بهذا فذلك الشأنهم ألسنة شيعية تطالب بتهديم قبور أئمتنا لا أريد أن أعلق على كلامهم ماذا تريدون مني أن أثبت لهم من أن قبور الأئمة مقدسة ماذا تريدون مني أن أفعل يا يا بني يا زهراء أنت المظلومة بعدي وأنت المستضعفة بعدي فمن آذاك فقد آذاني هؤلاء يؤذون فاطمة يؤذون فاطمة فمن آذاك فقد آذاني ومن غاضك فقد غاضني ومن سرك فقد سرني ومن برك فقد برني قبور أئمتنا حضراتهم الحالية لا تليق بمقاماته وهذا من سوء حال الشيعة الواجب على الشيعة أن يصنع مقامات ومزارات لأئمتنا ونحن في القرن الحادي والعشرين بنحو آخر بعمارة أخرى المقام ليس في هذا الباب لو كان الحديث في هذا الشأن لبصت القول فيه لكنني أقول من أن قبور أئمتنا بهذا العمران وبهذا الشكل لا تناسب مقاماتهم في هذا العصر نحن بحاجة إلى عمران أعظم وأعظم 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 نهدم قبورهم لأجل أن نبنيها بنحو أعظم لك ما يقول هؤلاء السفلة يا بني أنت المظلومة بعدي وأنت المستضعفة بعدي فمن آذاك فقد آذاني ومن غاضك فقد غاضني ومن سرك فقد سرني ومن برك فقد برني ومن جفاك فقد جفاني ومن وصلك فقد وصلني ومن قطعك فقد قطعني ومن أنصفك فقد أنصفني ومن ظلمك فقد ظلمني لأنك مني وأنا منك وأنت بضعة مني وروحي التي بين جنبي ثم قال صلى الله عليه وآله إلى الله أشكو إلى الله أشكو ظالميك من أمتي ألا لعنة 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 على من ظلم فاطمة وآل فاطمة ألا لعنة 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 على من قتل فاطمة وآل فاطمة نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر